اشتركوا في القناة لموسم الحج هذا العام بفضل من المولى تعالى ثم الجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يليها خادم الحرمين الشرفين رعاه الله وحكومته الرشيدة مثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي بذلت جل جهودها وطاقاتها لإنجاح تنظيم شعيرة الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم مما أسمى في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وآمان وطمأنينة مشيدا سموه بأعمال التوسعة المستمرة التي يشهدها الحرم المكي الشريف وما تم استحداثه من خدمات مميزة وتقنيات ذكية حديثة ومتطورة في كافة المرافق والمشاعر المقدسة والتي تلب احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء مناسكهم والتي هي محل إشادة وتقدير الجميع سائل أن سموه الله تبارك وتعالى يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وطاعاتهم ويمن عليهم بالأجر والمغفرة ويحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بمغفور الصحة والسعادة ودوام العافية والعمر المديد وينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء والأمن والأمان تحت قيادته الحكيمة ويعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيتي تهنية وماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وإلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أهل سعود حفظه الله مستشار خانم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة